طبيعة الحلقة اليوم ماشي كان اليوم لقاء تواصلي دي الاتحاد العام السنة الرابعة دياله ومراجعة او مناقشة الملفات التي تم حلوها ومناقشته التفاوض بشأنها في سنة ديال الفين وثلاثة عشرين كنا دائما هذه سنة حميدة داخل المكتب الإقليمي او كتابة إقليمية بفاس انه كدير هذا اللقاء تواصلي من عجل اولا التواصل مع شغيلة المنضوية كتابة ديال النقابة وفي نفس الوقت افعان واحد كنا نقشوها كين انتقادات كين الشكر كين مدح كين شئينا قائس بشعود نصحو العمل ديالنا والوضع ديالنا في السنة المقبلة ان شاء الله جديدة وتكون افضل من السنوات الفريطة وبالتالي لا يمكن صحيح الاخطاء الا بمعرفتها تقول الله يفيقنا بعيوبنا قبل ما يفيقنا بهم الناس وبالتالي احنا كنقلب ونسمعوا من عند الناس استغلنا الفرصة انه نديروا اليوم كذلك واحدة لوتايم ولا واحد الموضوع اللي هو الورش الملاكي ديال الدعم الاجتماعي اللي فيهم جموعة ديال التفاصيل يجهلوها البعض انا ما قلت يجهلوها الكاتر وان يجهلوها البعض الاخت خديجة الزومي بحكم المنصب ديالها بحكم انها نائبة برلمانيا ونائبة رئيس مجلس النواب وكذلك رئيسة المنظمة الاستقلالية المرعة الاستقلالية فحاولت انه توصل الصورة بطريقة مفصلة او بطريقة مبساطة الاخوة اللي حاضرين وسمعناها وطبعناها وكانت كان واحد تجاوب ما بين الحضور اللي افتاخر واعتز به انه حضور اقل ما يمكن ان يقال عليه تأكيد على حقية الرياضة الاتحاد العام الشقالينا في المغرب ويثبت اننا في المصار الصحيح وكما قلنا المجمعة امتي على ضلال اليوم وصلنا الوحد 1300 فما فوق الحضور هذا يثبت باننا في طريق صحيح وابقوا الناس معنا الى نهاية اللقاء وبالتالي احنا لا يسعونا الا نتخرب هذا الناس ولا يسعونا الا ننفرحو وكذلك لا يسعونا الا ننقلقو الى اه اخلينا بشي جزء من العمل ديالنا احنا دائما بالقرب دائما حاضرين دائما حاضرين في المينفات ساخنة او باردة بحال بحال عنا نحاول ما امكن اننا نكون يد فيد مع جميع المتداخلين لا في الشغل ولا سلطة المحلية ولا الامنية اننا نكون يد فيد من اجلي ياش من اجلي شعار واحد السلم الاجتماعي داخل المدينة وداخل القطاعات وان نكون جزء من الحل وان لا نكون جزء من المشكلة اليوم كما قلت ابتني على الدعم اليوم هذا الموضوع اللي هو موضوع الساعة واللي هي مبادرة ملكية واللي كل شي استثناء وكل شي فرح بها ودائما كنقولها في اطار مبادرات ملكية محضة خالصة ما عندش واحد ما يتزايد عليها هي دي المالك واللي خرج هذا الدعم وخرجوا وقته ودائما كانت المبادرة الملكية دي صاحب الجميل الملك محمد سابس نصره والله دائما كانت تكون في وقتها كورونا شفنا الزلزل شفنا الآن الدعم الاجتماعي واللي احنا الآن من الدول عربية الرائدة بهذه المبادرة ولا يسعنا إلا أننا نتمنها ونتعاون أنها ننجحها اليوم إلا كان دعم خمس مئة درهم غدا يجي دعم بألف درهم غدا غي حاجة ويكون عندنا الآمل أن الغد أفضل ويكون عندنا آمل بأن كل ما تفعلنا كل ما سوف يصر الأمور هذه البلاد المقبلة على محطة كبيرة وهذه المحطة كبيرة احنا تطلب منا شوية دي الصغر شوية دي التلاحق ومن صاقوش وراء كل من ينتقد من أجل الانتقال أو ينتقد من أجل البز كما قلنا حنا اليوم ننتقد أو نقبل الانتقال من أجل صحيح الأخطاء فقط ومن أجل صحيح المصار فقط ولكن نغيب أن ننتقد من أجل الانتقال هذا لا يقبل في مغرب 2024 مقبل على محطة عالمية اللي احنا كلنا قصنا تكتف الجهود دينا بطبيعة الحال بقيادة صاحب جلال الملك محمد السادس نصر والله لكي نوصل هذا البلاد للريادة واللي هي الحمد لله اليوم رأى فيها لرياضيا والاقتصاديا والاحتفى في بنيا التكتية والعمال النقابي جزء لا يتجزأ من هذه المنظومة دينا البلاد نتمنى صادقين أنه دائما يتم تجيع العمل النقابي وليس تميعه والرسالة وضعي الدعم الاجتماعي بدون مزايدات وبدون تبخيص لعمل جبار فهو منتوج جيد بنفحة كبيرة من الإحساس الاجتماعي والتضامني هو مشروع كبير بغلاف مالي كبير يبدأ من 24 أو 25 مليار وانتهي إلى 40 مليار سوف يستثمر في الإنسان سوف يدافع عن طبقات الهشة وكذلك سوف يحاول أن يصون كرامة مجموعة من المواطنين الذين لا دخل لهم إذن كانت هناك أشياء مفرقة وموزعة ولكن الأسباح الألبابة شبكة من المساهمات ومن الدعم الاجتماعي من أجل صيرورة اجتماعية كبيرة أنا كنسميها الأسنسور الاجتماعي تكون واحد بلصع وغطلع بلصع الارتقاء اجتماعي صحيح كذلك يقول 500 درهم أو 1000 درهم أو 1500 ليست بشيء جيد ولكن أنا أقول بأنها بشيء الكثير بالنسبة لمن لم يكن له ولو درهم واحد فما مزايدات مخصص تكون في هذه المواضع الاجتماعية يجب أن ننويه بهذا الدعم ويجب أن ينجح هذا الدعم لأنه هو أول عملية في أفريقيا كاملة كان عندنا وفي العالم العربي إذن أنا بالنسبة لي مجهود جبار بغلاف مالي كبير وبتوقيع من صاحب الجلالة وبمواكبة صاحب الجلالة إذن لابد أن نواكب الناس لكي يتسجلوا وأن نواكب الناس الذين لن يتسجلوا لماذا وأن ندعم هذه السجلات ولكن في إطار المعقود بماشي نعطي للناس وحد المجموعة هذه المعلومات غالطة بحالي كان يدير في الرميد الناس عندهم إن كانية كبيرة وهما عندهم يستفدهم الرميد إذن هذا ابتزاز مجمعي إذن الناس الذين يجب أن يستفيدوا الذين لهم الحق في هذه الاستفادة أخصتوا لماذا يستفيدوا لهذا 3 ماروس في المجتمع الذي يستحق شي حاجة يأخذها أنا كنقول بأنه لا سنحلوا أبواب الأبناك للناس ولكن كنقولوا هناك التفاتة الجماعية كبيرة في 40 مليار فهو مجهود كبير صحيح قد يقول لي شي واحد كندير الأرامل وكش واحد يقول لي كان دير تي سير أنا كنقولوا كدابه ولا أمباكيج مستهدف يكي يمشي للناس لي كدابه إذن خص السحر هولا تكدير واحد الجموعة ذي الجهود لبناء مستوصفات وغير ذلك لاستقبال الناس للولوجية الصحية التعليم كذلك يجب ينادي إلى الجهود والجويد المنتوج العمومي إذن هذه الأشياء كلها تصبح في دعم الطبقة المتوسطة ودعم الطبقة الحشة